يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادره من الطاقة بأسرع وقت ممكن في ظل انخفاض المخزونات بالقارة الأوروبية واحتمالات انقطاع الكهرباء خلال فصل الشتاء بسبب تداعية الحرب الروسية في أوكرانيا كما تسعى الدول الاتحاد إلى تقليص الاعتماد على روسيا كمصدر لطاقة مع اقتراب الشتاء الأبرد على القارة العجوز وبعد أن أدارت أوروبا ظهرها للوقود الأحفوري والنفط الروسي يتجه الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادره من الطاقة بأسرع وقت ممكن في ظل انخفاض المخزونات بالقارة الأوروبية واحتمالات انقطاع الكهرباء خلال فصل الشتاء ناهيك عن أسعار الطاقة التي ارتفعت لمستويات غير مسبوقة أسقلت كاهل المواطنين الأوروبيين ووفقا لاتفاق تم توقيعه في رومانيا بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان تتزود الأخيرة دول التكتل بالكهرباء من خلال كبل بحري جديد بطول يبلغ 1195 كيلو مترا يربط بين أذربيجان والمغر عبر جورجيا ورومانيا بهدف تنويع موارد دول الاتحاد الأوروبي من الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا يسعدني أن أكون هنا في هذا اليوم المهم مع قادة من جورجيا وأذربيجان والمغر ستجعل هذه الاتفاقية الاتحاد الأوروبي أقرب إلى شركائنا في المنطقة جنوب القوقاز وستساعد الاتفاقية منطقتنا على تحقيق الانتقال للطاقة النظيفة ومنذ بداية الحرب الروسية كررنا أن ندير ظهرنا للوقود الأحفوري الروسي والتحول نحو شركائي موثوقين في مجال الطاقة مثل الشركائي هنا حول هذه الطاولة وعلى غرار إنشاء الكبل البحري العملاق افتتح المستشار الألماني أولف شولتس أول محطة عائمة لاستيراد الغاز المسال بشمال ألمانيا للاستقلال عن الغاز الروسي السفينة التي يبلغ طولها 300 متر محملة بكميات من الغاز النيجيري تكفي الاستهلاك 50 ألف منزل لمدة عام واحد وسيبدأ تسليمها في 22 من ديسمبر الجاري وبينما يسعى الاتحاد الأوروبي لتقليص الاعتماد على الطاقة الروسية مع فرض عقوبات على موسكو فإن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا قالت إن الحزمة الجديدة من العقوبات ستؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية داخل التكتل اشتركوا في القناة